تيجي الدولة تشتغل ده دلوقتي بقى تشتغل وتعمل مشروع ضخم اسمه حياة كريمة تبدأ حياة كريمة تحط إيدها على المشكلات خدت منك احنا وحنا بنتكلم مع عساة النائبة ميرال هريدي تحطتوا إيدكوا على المشكلة عرفت أصل المشكلة فين والجزرها بدأتوا تشتغلوا أينيه؟ قيت لي طبعا وده لازم بدأت حياة كريمة لما تم إطلاق المبادرة يحطوا إيدهم على المشكلات تعالى نعمل الحصر تعالى نعرف مشكلة كل بقعة من بقاع هذا الوطن مشكلتها إيه أو مشاكلها إيه إذا كانت أكتر من مشكلة ونبدأ نشتغل عليها فنجد إنه مثلا في اسمه إيه ده أقول معايا في قرية جبران في قرية نجع جبران في منطقة نجع جبران تحديدا في أسوان من ضمن المشاكل هي الكهرباء فبدأوا الناس لما دخلت لهم الكهرباء فرحان بقى منع بقى لي 35 سنة 40 سنة ضلمة اتبح الدبايح وفرح الناس ترجمة نانسي قنقر